أخضعت السلطات الصينية ملايين الأشخاصة لحجر صحي في مدينة تيانجدو جنوب غربي البلاد وذلك بعد ارتفاع محدود في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتطبق هذه السياسة من خلال فرض عدة غلاقات عامة عند رصد إصابات بكوميد 19 وإجراء فحوصات بكورونا شبه إلزامية كل 72 أو 48 أو حتى 24 ساعة بالإضافة إلى فرض حجر صحي وإغلاق مفاجئ لمصانع وشركات